اشتركوا في القناة مراجعة شاملة في التاريخ والجغرافية والتربية المدنية اي في الاجتماعية جميع الاسئلة المتوقعة في التاريخ والجغرافية والتربية المدنية الفصل الثاني ركزوا مع هذا الفيديو بارك الله فيكم نبدأ بالتاريخ نبدأ بالتاريخ سؤال اول حدد اسباب انفصال المغرب الاسلامي عن الدولة العباسية اذكر ثلاث اسباب لسقوط الاندلس اكمل الجدول الاتي الدولة الاغلبية تاريخ تأسيسها المؤسس اطارها المكاني وسقوطها صحح الخطأ فيما يلي دام الفتح الاسلامي لبلاد المغرب عشر سنوات مؤسس دولة الادارسة عبد الرحمن بن الاغلب سقطت الدولة الرستومية على يد المغول اكمل الجدول الاتي الدولة دول المغرب المستقلة دول المغرب الموحدة دولة الادريسية المرابطية الموحدية والرستومية بماذا تميز فتح بلاد المغرب ولماذا اذكر سبابين تحدث عن الدولة المرابطية من حيث التأسيس والاطار الجغرافي بماذا تذكرك التوريخ الاتية 1492 ميلادي و609 هجري وظف الجدول الاتي هذا العبارة دراف الجدول الاغلبية تيهرت دولة الادريسية المغرب الاسلامي مع الاندلس عدنا الدولة عاصمتها الدولة عاصمتها الرستومية المغرب الاقصى المرابطية شرق الجزائر املأ الفراغات بما يناسب تلقب الدولة الرستومية بهذا الاسم تأسست سنة عاصمتها بينما ظهرت في المغرب الاقصى الدولة على يد التي انتعشت فيها الحياة الثقافية وانتشرت فيها المساجد وكل هذه الدول سقطت على يد اكمل الفراغ طيب انجز بطاقة تعريفية عن الدولة الفاطمية اذكر نتائج الفتحات الاسلامية اكمل ما يلي الحفصية 1228-1573 عاصمتها ما هي الدولة اللي 1236-1554 عاصمتها المارينية 1269-1550 عاصمتها اكمل الجدول الاتي بذكر سنة سقوط كل دولة سنة سقوط الرستومية الاغلبية الادريسية اعرف ما يلي محاكم التفتيش شبه الجزيرة العربية كان لسقوط الاندلس انعكاسات سلبية على الاسلام والمسلمين اذكرها ابرز مظاهر تحول بلاد المغرب الى المغرب الاسلامي اكمل الجدول الاتي بذكر سنة سقوط كل دولة فاطمية المرابطية والموحدية اجب بصحيح او خطأ ما تصحيح الخطأ ان وجد من اشهر دول المغرب المستقلة دولة الفاطمية مؤسس الدولة الرستومية هو ادريس بن يحيى كان سقوط غرناطة بداية تطور العالم الاسلامي تحدث عن العنصر البشري الذي كان يسكن في شمال افريقيا قبل الاسلام اشرح المصطلحات الاتية الانصار مدينة وليلي اكمل الجدول الموالي بذكر مظهرين لتطور الحضاري لكل الدولة الفاطمية والموحدية ابرز اهم المظاهر الحضارية لدولة المرابطين لماذا يعتبر بناء مدينة قيروان بداية الفتح الحقيقي لبلاد المغرب ارسم خريطة دول مغرب الاسلامي المستقلة اشرح المصطلحات الاتية حملت الاستطلاع الاغالبة اشرح ما يلي عقبة بن نافع القيروان الاندلس حدد الموقع الجغرافي لبلاد المغرب اكمل الجدول دولة الرستومية والادريسية مؤسسها وسيرة تأسيسها بماذا تفسر تعطل فتح بلاد المغرب لأكثر من 70 سنة حدد احداث التواريخ الاتية 160 هجري 184 هجري 211 هجري املأ الفراغ بما يناسب للتعرف على المراحل فتح بلاد المغرب المرحلة المرحلة والسهم انجز بطاقة تعريفية عن الدولة الزيانية عرف ما يلي الفتحات الاسلامية الاندلس اكمل ما يلي تعتبر معاهدة صلح من اهم الوثائق تاريخية ابرابها الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم من جانب الاقتصادي فقد حارب الكسب اعطي الاسلام مكانة في المجتمع ماذا تعرف عن مدينة غرناطة معنا تكلم عن مدينة غرناطة طيب نشوفوا الاجوبة هذه الاسئلة اللي شفناها تعال تاريخ اسباب انفصال المغرب الاسلامي عن الدولة العباسية ضعف الدولة العباسية عجز الخلفاء الاواخر رغبة المغاربة في الانفصال ظهور الخوارج والشيعة في المنطق ثلاث اسباب من اسباب سقوط الاندلس انهزام المسلمين امام الاسبان اتحاد الممالك الاسبانية انقسام الاندلس في امارات متناثرة اكمال الجدول الدولة الاغلبية تأسست في 184 هجري اؤسسها ابراهيم ابن الاغلب مكانها القايروان 296 هجري سقوطها تاريخ سقوطها تصحيح الخطأ دام الفتح الاسلامي لبلاد المغرب عشرة سنوات دام الفتح الاسلامي لبلاد المغرب خمسين سنة مؤسس دولة الادارسة عبد الرحمن ابن الاغلب مؤسس دولة الادارسة هو ادريس ابن يحياء مش عبد الرحمن ساعدت دولة الراستو مليا عيال المغول لا ساعدت دولة الراستو مليا على يد الفاطميين في 296 هجري الدولة الادريسية والدولة الراستو مليا هذه دول المغرب المستقلة الدولة المرابطية والدولة الموحدية هي دول المغرب الموحدة بما يتميز فتح بلاد المغرب ولماذا مع ذكر سببين طالت مدة الفتح وتأخرت لأكثر من خمسين سنة وذلك بسبب وذلك بسبب كذلك مقاومة السكان الأصليين للفاتحين لاعتقدهم أن الفاتحين غزات والوجود البيزنطي كقوة عسكرية في المنطقة طيب الدولة المرابطية من حيث تأسيس والإطار الجغرافي ظهرت في المغرب الأقصى سنة 452 هجري الموافق لألف وستين ميلادي مؤسسة يوسف بن تاشفين عاصمتها مراكش قد شملت أجزاء كبيرة من المغرب الإسلامي بماذا تذكرك التواريخ الآتية 1492 ميلادي سقوط غرنادا 609 هجري معركة حصن العقاب طيب الدولة الرستومية عاصمتها تيهرت دولة الإدريسية عاصمتها المغرب الأقصى الدولة الأغلبية عاصمتها شرق الجزائر المرابطية عاصمتها المغرب الإسلامي املأ الفراغات بما يناسب تلقب الدولة الرستومية بهذا الاسم نسبة لمؤسسها عبد الرحمن بن رستوم تأسست سنة 162 هجري الموافق ل776 ميلادي عاصمتها تيهرت بينما ظهرت في المغرب الأقصى الدولة الإدريسية على يد إدريس بن يحيى التي انتعشت فيها الحياة الثقافية وانتشرت بها المساجد وكل هذه الدول سقرت على يد الفاطمين بتقاف النية عن الدولة الفاطمية تأسست الدولة الفاطمية في القرن الثالث هجري على يد أبي عبد الله الشيعي في المغربين الأدنى والأوسط وامتد نفوذها إلى المغرب الأقصى ومن مظاهر حضارتها أقام الفاطميون نظام حكم ملكي وراثي ولقبوا حكمهم بالخلفاء كما اهتم الفاطميون بالعلوم مما سمح ببروز العديد من العلماء وبن الفاطميون المدن مثل المهدية والقاهرة بمصر والجوامع كالأزهر ولقد سقطت على يد صلاح الدين الأيوبي 567 هجري الموافق لـ 1170 ميلادي نتائج الفتوحات الإسلامية اتساع حدود الدولة الإسلامية شرقا وغربا دخول شعوب عديدة إلى الدين الإسلامي انتلاء خزينة الدولة الإسلامية انتشار اللغة العربية في عدة أقدار أكمل الدولة الحفصية 1228 الموافق لـ 1573 عاصمتها تونس الزيانية 1236 موافق لـ 1554 عاصمتها تليمسان الزونة الدولة المارينية 1269 موافق لـ 1550 عاصمتها فاس طيب أكمل الجدول الدولة الرسطومية 1296 هجري الموافق لـ 1909 ميلادي الدولة الأغلبية 1296 هجري 999 ميلادي الدولة الإدريسية 3011 هجري 923 ميلادي عرف ما يلي محاكم التفتيش ديوان أو محكمة كاثوليكية ناشطت خاصة في القرن الخامس عشر والسادس عشر مهمتها اكتشاف مخالفي كنيسة ومعاقبتهم شبه الجزيرة العربية تاريخيا يطلق عليها جزيرة العرب كما تعرف بشبه القارة العربية إلا أن هذه التسمية غير منتشرة في الأواسط العربية كما في غيرها هي منطقة جغرافية تقع في جنوب غرب آسيا عند تلاقي آسيا مع إفريقيا انعكسات سقوط الأندلس تحول اسم الأندلس إلى إسبانيا ظهور محاكم التفتيش التي عملت على تعذيب المسلمين اندثار الخلافة الإسلامية في شبه جزيرة الإيبرية تسليم مفاتيح غرناطة للملك فردانداد مظاهر تحول بلاد المغرب إلى المغرب الإسلامي ضم أراضي جديدة للدولة الإسلامية وامتلاء خزائن الدولة انتشار اللغة العربية والثقافة الإسلامية تقسيم الوكالة الإسلامية إلى ولايات كبيرة لتسهير تسهيرها ومتابعتها انتشار المدن والرابطات مثل القيروان والتيهرت وسجلامسة وثاس دولة الفاطمية سنة سقوطها 567 هجري الموافق لـ 1171 ميلادي المرابطية 541 هجري 1146 ميلادي المواحدية 668 هجري الموافق لـ 1267 ميلادي أجب بصحة وخطأ من أشهر دول المغرب المستقلة دولة الفاطمية خطأ من أشهر دول المغرب الموحدة دولة الفاطمية مؤسس دولة الرستمية هو إدريس بن وحي خطأ مؤسس دولة الرستمية هو عبد الرحمن بن رستم كان سقوط غرنطة بداية تطور العالم الإسلامي خطأ كان سقوط غرنطة بداية انهيار العالم الإسلامي طيب العنصر البشري الذي كان يسكن في شمال إفريقيا قبل الإسلام يعتبر الأمازيغ أقدم أمة في بلاد المغرب يعرفون بالبربر والعنصر الثانية تمثل في الأفارقة شرح المصطلحات الأنصار هم أهل المدينة النبوية الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين آووهم في المدينة وقاسموهم أموالهم ولم يبخلوا عليهم بشيء مدينة وليلي هي واحدة من أفضل الآثار الرومانية المغربية والتي تأسد قبل العصر المسيحي حيث كانت جزءا من الأراضي الموريتانية وكانت المركز الإداري لمملكة موريتانيا في ذلك الوقت إكمال الجدول الدولة الفاطمية أقام الفاطميون نظام حكم ملكي وراثي بنى الفاطميون المدن مثل المهدية والقاهرة ومصر الدولة المواحدية نظام الحكم ملكي وراثي في عائلة عبد المؤمن اهتم بالزراعة وازدهرة الحركة التجارية فيها أهم مظاهرها الحضارية عرف عهدهم ازدهار الصناعة التجارية امتلاء خزائن الدولة بالأموال كان الحاكم يلقى بأمير المؤمنين لماذا يعتبر بناء مدينة القيراوان بداية الفتح الحقيقي لبلاد المغرب بناء القيراوان سنة خمسين هجري بقية عقبة بن نافح هي أول المدن الإسلامية المشيدة في بلاد المغرب وكان لها داور استراتيجي في الفتح الإسلامي وانطلقت منها حملة الفتح نحو الجزائر والمغرب وإسبانيا وإفريقيا خريطة دول المغرب الإسلامي المستقلة تيهرت تليمسان دولة رستومية قيراوان دولة الأغالبة فاس دولة الأدارسة هاوين البحر البيض المتوسط طيب حملة استطلاع ما معنى حملة الاستطلاع هي الحملة الاستطلاعية الأولى التي قامت بها الجيوش الإسلامية باتجاه بلاد المغرب منذ سنة 27 هجري تهدف إلى اختبار قوة الجيش البيزنطي الأغالبة سلالة عربية حكمت في إفريقيا شرق الجزائر تونس وغرب ليبيا مع جنوب إيطاليا وصيقلية ما بين ثمنمائة وتسعمائة وتسعمائة ميلادي مقرها قيراوان شرح المصطلحات عقبة بن نافع من أبرز قاعدة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب يلقب بفاتح إفريقيا قبره متوجد في بالسكرة قيراوان مدينة بينها عقبة بن نافع وانطلقت منها حملات الفتح نحو المغرب الأوسط والأقصى والأندلس الأندلس الإسم الذي أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا عام 711 ميلادي بعد أن دخلها المسلمون بقيادة طارق بن زيد وتم ضمها للخلافة الإسلامية الموقع الجغرافي لبلاد المغرب هي المنطقة الواقعة غرب مصر المتمثلة في شمال الغرب قارة إفريقيا هي الجزائر والمغرب تونس ليبيا موريطانيا وصحراء الغربية الدولة الرستمية أسسها عبد الرحمن بن رستم 162 هجري 776 ميلادي الدولة الإدريسية أسسها إدريس بن يحيا 172 هجري 788 ميلادي أسباب تعطوا الفتح بلاد المغرب لأكثر من 70 سنة صعوبة تضاريس بلاد المغرب الجبالية وعدم دراية الفاتحين بها الوجود البيزنطي كقوة عسكرية كبيرة في المنطقة مقاومة السكان للفاتحين لإعتقادهم أنهم غزاء أحداث تواريخ تالية 160 هجري ظهور دولة الرستمية 184 هجري ظهور الدولة الأغلبية 211 هجري سقوط الدولة الإدريسية مراحل فتح بلاد المغرب 21 هجري 50 هجري مرحلة الاستطلاع 50 هجري إلى 86 هجري مرحلة الفتح الحقيقي 86 هجري إلى 180 هجري مرحلة التنظيم بطاقة تعرفية عن الدولة الزيانية مؤسسها أبو يحيي غمراسا بن زيان عمرت أكثر من 300 سنة حكمها 30 ملك جلهم علماء عاصمة هاتي لمسان أشهر حكامها مؤسسها أبو حمو موسى الزياني ومن مضاهيها حضارة للدولة الزيانية انتعاش الناشط التجارة مع الدول الجوار الاهتمام بالفن العمراني من القصور والمنارة انتعاش الحركة الثقافية الفنون وسقطت سنة 962 هجري الموافق لـ 1554 ميلادي الفتحات الإسلامية هي الحملات العسكرية والمواجهات بين الجيش الذي حمل اللواء نشر الإسلام وبقية الجيوش وكللت بنشر الإسلام في آسيا وإفريقيا وأوروبا أندلس هي شفى جزيرة إيبيريا تشكل من إسبانيا والبرتغال تعتبر معاهدة صلح الحديبية من أهم الوثائق التاريخية أبرامان رسول صلى الله وسلم اهتم الرسول صلى الله وسلم من جانب الاقتصادي فقد حارب الكسب الحرام أعطى الإسلام مكانة للمرأة في المجتمع غرناطة عاصمة مملكة بني الأحمر وشهدت الحضارة العربية في عهدها إشراقا كبيرا وكانت مخبأا لبقايا مقاتلي الأندلس الهاربين من أيدي النصارى وهاجر إليها عدد كبير من المؤلمين والصنى بارك الله فيكم الفيديو المقبل إن شاء الله سيكون في الجغرافية وتربية المدنية لأن الفيديو ستطويق 15 دقيقة نكتفوه بالتاريخ ونكمله في الفيديو المقبل لا تبخلوا علينا بإعجاب واجامل الفيديو وكذلك الاشتراك في القناة وصلى الله وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا